كان مصر اقترحت القضية الفلسطينية يعني ان احنا عندنا قضية يعني لا يجب انها تغفل مش هننساها ومش هننساها وانه يعني علينا ندور زي ما بندور في كل المشاكل الاخرى عما هو ممكن ان نرى ما هو ممكن وكان فيه شوية حاجات كده على الجنب يعني الصورة طبعا تاريخ بس هو اللي هيعرفها في يوم الايام انه الملك عبدالله راح لرمالله طب هو راح رمالله بدون ما الاسرائيلين عارفين تنصيد طبعا ونهارده كان فيه مكالمة بينه وبين بينت فهو يعني ايه فيه شغل موجود حوالين بقى فيه عندك حاجات يا ام تاخد الحاجات العجلة خد بالك اسرائيل تعرضت لعمليات من داعش خلال الفترة اللي فاتت ده خطر يخص الجميع عودة داعش ممكن تحاول لأول مرة خد بالك وانت متابع للموضوع كويس ان داعش تحاول تلعب بورقة الهضية الفلسطينية بعد ما كانت يعني ده عمرها ما تستخدمها على الاطلاق على الاطلاق فهي يعني انها حاولت انها تستخدمها وده يعني بيجسد ايضا كيف ان هذا الخطر على المنطقة كلها لم ينتهي بعد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة